السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام ودين والتسامح صفحة 31-32-33 على رب وبركاته الله المختار في اللغة العربية إذن كما ترون هذه الصفحات سوف نبدأ بمهم نص عليه بأحسن نقرأ هذا الأنمي معلوماتي فيها أفكار جيدة سوف نرى هذا اللي يتلبون منك دائما في أي نص قرأي صاحب النص مصطفى السباعي مفكر ومناظر سوري من مواليد مدينة حمص سنة 15-1900 وألف ميلادية ناضل ضد الاستعمار الفرنسي من مؤلفات عظماءنا في التاريخ وكذلك من روائع حضارتنا اللي يخلينا من هذا النص على الإسلام مدينة التسامح مأخوذ من نص من روائع حضارتنا ديال مصطفى السباعي مصدر النص النص مأخوذ من مجالة الإرشاد العدد الثاني سنة العاشرة يتصرف باقيام مجال النص يندرج المص القرائي الإسلام ودين والتسامح دمنا مجال الإسلامية أو مجال القيم الإسلامية نوعية النص النص القرائي الإسلام ودين والتسامح عبارة عن مقالة تفسيرية حجاجية ذات بعد الدين مؤشرات النص عندنا عنوان نص يتركب العنوان من جملة اسمية هي الإسلام ودين والتسامح ويشير إلى زرع مبادئ التعاون والتعارف ونبدئ العنف والكراح فرديا يتحدد النص عن مبدأ التسامح في الدين الإسلامي إذاً كنت تنقلوا هذا وتكتبوه هذا ضروري في أي نص تديره تسمى تعقير النص ثم عندنا لك الشرح بعض الشروحات مكينة و بعض الشرحات مكينة في النص بطبيعة الحال شرعة سنة أوحة ألهمة البيعة 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 أماكن تعبد اليهود الكنيسة البيعة هي مكان اليهود المسلمين عندهم مسجد الكنيسة اليهود المضمون العام للنص الفكرة العامة للنص إبراز مبادئ التسامح الديني في الإسلام ونشر المحبة والإخاء بين الناس ونبد الحقد والكراحة قراءة إخوة لا تفاضل بينه الدعوة إلى احترام البيعة والكنيسة تجنباً للفتن والحروم عرض الكاتب لمختلف مبادئ التسامح التي تقوم عليها أو يقوم عليها الدين الإسلامي قليلاً لكي نكمل نكمل نعم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم يذق ذرعا بالأذيان السماوية بل دعا إلى ضرورة احترامها في كثير من الآيات القرآنية وقد اوضح النص أهم مبادئ التسامح الديني التي يقوم عليها الإسلام والتي تتجلى في ضرورة الإيمان بالأنبياء جميعهم دون التفرقة بينهم مع احترام أماكن عبادة المسيحيين واليهود الشيء الذي يؤكد على أن الإسلام دين تسامح وود وإخاء لا دين تعصب وكراهية وعداوة أستشهد بأمثلة من الحضارة الإسلامية تثبت سماحة الدين الإسلام لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وصلوا عليه إلى المدينة وكان فيها من اليهود عدد كبير فكان أول عمل قام به أو كان أول عمل ما عمله صلى الله عليه وسلم من شؤون الدولة أقام بينه وبين يهود المدينة ميساقا من شل المدينة كان فيها اليهود مع العرب فهو ذروح الميساق وحتيفاق بينه وباليهون تحترم فيه عقائدهم وتلتزم فيه الدولة بدفع أذى عنهم ويكونون مع المسلمين يدا واحدة على من يقصد المدينة بسوء وبذلك طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ التسامح الديني زوج استدلوا بآيات قرآنية وأحاديد نموية تحت شو تحت على التسامح مهم ما قالش لناش كتب سنورقهم شو شعبان إذن منع إقرار في الدين وإقرار حرية الوساء قد قالش على لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاء لن فصام لها والله سميع عليم لماذا يدعو الدين الإسلامي إلى التسامح والتعاون يدعو الدين الإسلامي إلى التسامح والتعاون لأن أساس قيام الأمم والحضارات هو التسامح والتعاون وأساس بناء المجتمعات وراحة للإنسانية والبشرية نعم زوج أذكر المبادئ العامة التي تشترك فيها الديانة السماوية إلى المبادئ التي تشترك أو المبادئ العامة التي تشترك فيها الديانة السماوية مع بعض البعض أولا وحدانية الله تعالى والإيمان بالرسل ووجودهم إيمان بالرسل ووجودهم وأن الله وحده خالق هذا الكون وأن رسولنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين إذا نتكلم عن الديانة أن الأنبياء كانوا عارفين بأنك الرسول سيأتي بعدهم اسمه محمد وهو خاتم النبيين كما جاء في القرآن على لسان سيدي رعيس أبرز أسباب انتشار ظاهرة القره أو الكراهية والعنف أولا انتشار تجارة وطاعة المخدرات انتشار العنف في الوسائل الإعلامية كتفوا العنف ديما كده الأفلام فيهم فيهم الصراعات فيهم الحقد فيهم الحساد فيهم الخيانة وهذا الشيء يأثر على المجتمع والمتفرج فيظن أن لا خير بقية في الكون فيسير مع السائرين في طريق الكراهية والعنف الشعور بالضعف والدونية إن الإنسان الذي يدير العنف يحس بالضعف وإن الإحساس بالضعف يعوده بالعنف والكراهية إذن مشينا ومشينا 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 لكن النص ما عليك نقرأوه قرأه انتين قرأهم زين ونفهمه إذن واحد لماذا كتب النص بخطين مختلفين للتأكيد على أن الإسلام ينتسامح وتوضيح الشواهد القرآنية أنا لاحظ أن ما كتب بخط يعني بخط قرآني أو خط العثماني مختلف عن الخط العادي بشي ميزوا هذوك القرآن هم شواهد همد أدلة كتزكي وكتوضح هذوك المفاهيم حول الإسلام مثلا قلنا مثلا فواحد أديان السماوية كلها تستقي من معين واحد شنو الدليل هو قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتبناها في أولا نكتبها بخط دي القرآن نسميه خط عثماني شعرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين أنا قيم الدين ولا تفرقوا ولا تتفرقوا فيه إذن ثانيا لما رقمت بعض فقراته لبيان عدد الدلائل أو الأدلة أيضا عدد الدلائل ننسينا همزة عدد الدلائل التي تثبت أن الإسلام دين تسامح ثم ماذا تسمى الفقرة الأولى والأخيرة؟ الفقرة الأولى المقدمة الفقرة الأخيرة خاتمة أقرأ العنوان قراءة ممتعة ثم أختار فررية مما يلي تستعف على قراءة النص إذن يدعو الإسلام إلى احترام الأدين السماوية ونبدأ الكراهية يعلن الإسلام أن الناس خلقوا من نفس واحدة يحث الإسلام على البر واتقوا إذن ندرنا إحنا هادي أقرأ الفقرة الأولى وأختار جواب المناسبة النص يصف النص يفسر النص يحكي إذن النص كيف يفسر لنا؟ هذه الجملة الإسمية في العنوان الإسلام ودين التسامح النص بشي في السرها كيفاش؟ وكيف؟ ولماذا؟ الإسلام ودين التسامح؟ وأين يتجلى ذلك؟ وما أسباب ذلك؟ وما نتائج ذلك؟ إذن نمشي هنا إذن للشرح ذا قذران بالأمر لم يقدر عليه يجور الدلم الجور هو الدلم إذن يجور يظلم الأصباط قبائم بني إسرائيل وسمو الأصباط من الصبر هو التابع لن تكون في أي من الآيات رأيها كنا في رقم زوج ويعقوبة والأصباط الشرعة أو الشرعة هي السدنة هنا ما بينش مزير وكنتما عندكم بينات تأخذوا صفحة 33 فوق وعودوا الكلمة المضغوطة بمراد فيها أن الأديان السماء لا تستقم معين واحد يعني من مصدر واحد أي معين واحد يعني مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى أنجز معين وفسر شعار الدين الإسلامي في نهج التسامح الديني وتمثله إذن من خلال التسامح الديني نقرأوا شوية بالمكتب من خلال التسامح الديني يمكننا أن نتقبل كافة الثقافات والأديان فالإسلام ضرب لنا أجمل وأروع المواقف الدينية التي تشير إلى أهمية التسامح الديني وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان التسامح الديني والحكم الإسلامي من الأمور الدينية المهمة بعيدا عن الاختلاف في الديانات فالدولة التي نعيش فيها هي من تحكم أو تحكم التسامح الديني فهي من تعمل على استقرار الأمة والنهوض بها من جديد وكما يعمل التسامح على نشر الوعي لتقبل كافة الثغرات الموجودة في عالمنا زوج أذكر المبادئ التي يقوم عن ما دينا نأخذها وقل من النص أذكر المبادئ التي يقوم عليها التسامح الديني في الإسلام إذن من النص من النص عدنا أولا الديانات السماوية تستقي من معين واحد الأنبياء المبدأ الثاني الأنبياء إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة ومن حيث الإيمان بهم العقيدة لا تنعقد مثل القلب إلا بالاقتناع العقلي والإطمئنان القلب يجب احترام العباد ورجال الدين وأماكن العبادة على اختلافها قتلين الأخرى حرص القرآن على أن يربي أتباعه على مجادلة المخالفين بالحسنة والعقل بما يعكسه روح احترام آخر يجب كلها في النص طبعا إذن كتبوه باش ندوزه السؤال الثالث لكي يقول من وضع أساس من وضع أساس التسامح الديني نعم حسب قوانين وتشريعات دي الإسلامي التي جاءت من القرآن والسنة جواب بسيط أنا أرى أكثر الأسئلة حضرت عندنا بقى الوقت عندكم بالأصلا في القسم لا يوجد شيء تخيلوا معي كل شيء مجاوب كل شيء مجاوب والأستاذ ستسمى لكل شيء ما يمكن الوقت لا يكفي كثرة الأسئلة كان ممكن يتدرس درسه أو نص واحد في الأسبوع أو نص ديالوغ باش كل شيء يجاوب كل شيء يشارك دي ممكن كثرة المواد إذن كيف يتعامل الدين الإسلامي مع الدينات الأخرى كيف يتعامل لا يتعرض لأتباعهم بسوء ويحسن معاملته رقيق الإسلام ورقيق الجانبي لين القول حسن الجوار أو هذه صفات المسلم طبعا هذه صفات المسلم أنه رقيق الجانبي لين القول حسن الجوار خمسة ممكن نحاول ندرسه أجوبة لنقرب بها الجواب أو تكون هي الجواب لأنه شيء كثير لماذا يدعو الإسلام إلى حماية أماكن العبادة واحترامها؟ يدعو الإسلام إلى حماية أماكن العبادة واحترامها لأن الدين الإسلامي يقر بحرية الديانات والعبادات بالإضافة إلى أن هذه الأماكن الدينية تسبب قداسة الدين في نفوس الناس وتصبح لها مكان واحترام فالأماكن الدينية ترتبط بأعماق ومشاعر الإنسان فقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعض المسلمين يتعامل مع غير المسلمين بكل احترام وهو الدين ويجب علينا احترام الأديان الجميع واحترام حرية الأشخاص الديني سبعا أذكر الحلول التي اقترح الكاتب للحد من ظاهرة كراهية الأديان ويهادف النص لا تستدخل في عقائدهم ولا تجور عليهم في حكم أن لا تظلمهم وتسويهم بالمسلمين في الحقوق والواجبات العامة وأن تصون كرامتهم وحياتهم ومستقبلهم كما تصون كرامة المسلمين وحياتهم ومستقبلهم إذن أختبر فهمي أبرز العلاقة التي تجمع بين العنوان والنص مؤمن قولوا مثلا الصورة تعبر على مضمون عنوان الذي يصف الإسلام باعتباره دين باعتباره دين التسامح والصورة تجمع أطفالا صغارا مختلفة الأجناس والديانات في جو طفولي بريء ومتسامح مهم عبر كما بغيتي غير عبر في إطار مضمون النص أوضح معنا العبارة الآتية وأن العقيدة لا يمكن الإكراه عليها بل لابد فيها من الاقتناء نقول والعقائد لا تغرس بالإكراه ولكن تغرس بالعلم والإقناع وذلك أمر معروف في تاريخ البشرية فكم من أناس لما أهنا أهناس تخدموا القوة لإجبار الناس على اعتقاد بها فلم تنفع القوة وتاريخ النصرانية مليئ بذلك وتاريخ الشيوعية مليئ بذلك إسلام عندما انتشر أخر مسلمي دبا في حالة ضعف بقى الإسلام في تلك الدول لأن الإسلام لم يعني يقنع الناس بالقوة بل اقتنعوا بأن هذا الدين هو دين تسامح ودين صحيح ودين الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لهذا خط ضعف دين المسلمين اليوم بقى الإسلام في أوروبا في أمريكا ولا زال ينتشر هذا الأمريكي أو الفرنسيين دبا أو الألمان شو كيرغمهم أنهم يدخلوا الإسلام وحيث المسلمين قويين بالعكس دبا المسلمين في ضعف في تخلف يعني من تخليتي للدين كتولي الضيف فهم يدخلوا عن اقتناع لأن الدين صحيح ومقتنعين به لأنه يخاطب العقل والوجدان في نص النظر في بتحليل النص لماذا يلحو الدين الإسلامي على الإقناع أنا أتقال تاني أنك نعود نفسها قدرت تأخذ الأجوبة منك شليد بدلا من إكراه والكرهية لو دخل الناس في الإسلام بالإكراه لخذلوا الإسلام ونصروا أعداء الإسلام في أي فرصة تلوح له ودخول الإسلام أجل نعمة للإنسان وعباد الإنسان الله أشرف شيء يفعله والنعمة لا تفرض بالقوة بل تعطاني من يصحقها والنفوس الطيبة تسالع إلى النعم الجليلة والأعمال الشريفة قدرت كنت من التسامح الزواج وترزوا ما ينجم عن التسامح الدني من جو جول مزايا إيجابية لخل المجتمع تحتاج المجتمعات إلى التسامح اليوم بقدر ما حاجة هنا يجب أن تجد سؤال من جوجل يكون مناسب هنا تجد صغير البحث يكون يناسب الجواب تعلم من أن تجد فيديو مناسب لك أو نصف في اليوتيوب تجد رأسك بسئلة بسيطة تحتاج المجتمعات إلى التسامح اليوم بقدر حاجتها للماء والهواء فهو أساس إنهاء الصراعات والحروب والمشكلات جميعها وبه يحيى الأفراد بمودة وسكينة وتفاهم ومن خلاله تعمر الأكوان فما أجمل أن يكون الفرد متسامحاً مع من حوله محترماً لتنوعه أذكر الأسباب التي جعلت الناس يتحلون أولاً هنا باللاتي أكتب في توادي إما أولاً ما أكتب فيها أرجعوا وقفوا في الفيديو إذن يتخلون عن التسامح الديني هنا بعض الأسباب كي الجهل والبيئة المنغالقة يعني إنسان يعيش من غالق ما ينفاتح على العالم باش يعرف ديانة الأخرى ويعرف أن يكون منفتحاً متسامحاً لكن الفتاح اللي نديره إحنا كنقل دوم فيما هو أعوج وهو سيء ونخله ناخده منهم الشيلي مزيان هذه الألجه والبيئة المنغالقة والتربية غير السوية هذه الأسباب ممكنة هنا هات الجدول أستشهد بالآية المنائمة احترام أماكن العبادة كي نهاد من النص ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض الله الدمت صوامع وبيع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثير الإيمان بالأنبياء وإيا هادثة هي عدنا في النص شارع لكم من الدين ما وصى به نوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِيْسَى أَنَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا في تعاون هذه تقولوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذن هذا أضع الأجوبة أتمنى أن نكونوا جوابنا عليها مزيان أو موفقين شيئاً ما أشاهدوا موضوع من الأربعة السطر مهم أول موضوع لهذا شاهدوا أو هذا اللي يعجبك وأجمع مبجوج وأخوض من هنا ومن هنا حيث لقد قمت بإلك الترتيب اللي نرشفل له للفيديو أريد أنكم أعقدوا سخدموا به وهو هذا ووزت هذا صار لي مهم حب جواني كيف نقلوه هذا الرابين يا توقف المشاهدة للإصلاة وال resignها الاجتماع Bruce أنك نقلوه بسar warto أتمنى إسم الله نعم قتلنا حاجة واحدة ويدي ضروري صلو على رسولي